الآن يستخدم الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كأداة في الأزمات السياسية وفي حتى إنه المشكلات أو الأزمات العالمية كجائحة كورونا مثلا أو التغير المناخي تم استخدام هذه الوسائل للتضليل ولتوجيه المتلقين في منطقة ما مثلا ما تعليقك على هذا الأمر وأيضا ما تم الإعلان عنه عن وحدة لكشف هذا التضليل داخل الولايات المتحدة نعم مساء الخير التحية والتخدير لكم والسادة المشاهدين والمتابعين نعم احنا أمام ظاهرة يبدو أنها حرب بردة من نوع جديد الأعلام الاحترافي بيواجه الحقيقة تحدي كبير من خلال إحفاء الحقائق عن الجمهور عبر الوسائل الأعلامية المختلفة مما يحور الواقع إلى أوهام وطبعا بما الواقع يتحور إلى الهام ده بيخلي أن فيه نوع من المعلومات الخطأة بتعشحش في رؤوس المتلقين التضليل الأعلامي هو الخبر الكاذب هو إلهاء الجمهور بمعلومات لا تهمه ولا يحتاجها ده بيسميه في لغة الأعلام احترافي رمي النفاءات الإعلامية طبعا ده بيؤدي إلى شعور باليأس والعكس والسلبية وصال في النظر نقدر نقول الإعلام الاحترافي مشؤولياته لما وزارة الخارجية الأمريكية شخص له رصانة زي جيمي روبين في فترة من سبعة وتسعين لألفين كان المتحدث سبسني بإسم وزارة الخارجية أيام السيدة مالدين أول برايت في عصر الرئيس كوينتون لما يعاد وظهوره بهذا الشكل ويحضر بهذا التأييد معنى هذا أن أمريكا أمام تحدي كبير المهمة ما بينها وبين الصين وروسيا مش اقتصادية ولا أفنية ولا عسكرية فيها نوع كبير جدا من الإعلام ترجمة نانسي قنقر